المطلب الأول، الوقت الذي يجوز فيه الاعتكاف ومتى يتأكد يجوز الاعتكاف في السنة كلها في الجملة ويتأكد استحبابه في رمضان الأدلة أولاً من السنة واحد شرطة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان اثنان شرطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً وفيه جواز الاعتكاف في العشر وفي غير العشر ثلاثة شرطة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أرن بهذا ما أنا بمعتكف فارجع فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال وفيه دليل على جواز الاعتكاف في غير رمضان ثانياً من الإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن مفلح وللرملي والبهوتي اشتركوا في القناة